من ضمن الاسئلة عندي صيدلية سؤال كبير الحقيقي عندي صيدلية متوسط مبيعاتها الشهرية 130 ألف جنيه مصارفها من مرتبات وكهرباء ومياه وإيجار ومصاريف خاصة بالصيدلية 15 ألف جنيه في الشهر كده الصيدلية يا طرى بتكسب كويس وهل في حاجات ممكن نزاوب بيها المبيعات الشهرية من فضلك الإفادة الحقيقة متوسط مكسب الصيدلية هو 20% بتزيد لما حضايا بتاخد من المستودعات أو بتاخد شرائح عالية من مستحضرات سريع شرعة دورانها عالية زي أدوية البرد والكحة وعفوا يعني أدوية اللي هي الفاجرة والحاجات دي يعني الشاهد من حضايا بتكسب 26 ألف جنيه والمصاريف 15 ألف يتبقى لك 11 ألف جنيه ولكن لو عاوزين نطلع مكسب بالزبط والتحديد ولكن لو بنتكلم بشكل عام بدون تحديد الصيدلية بكون محصورة عادة في إطار ربحية محددة زي فواتير الشراء 12% خاص من المستورد 20% خاص من المحلي و30% المستلزمات و20% يعني بشكل عام نسبة الربحية بتقوم وتوسطها كده بتقل وتزيد حسب الكميات ورايح الشراء وهل بتعامل مع مخازم بتحرق أسعاره وتزود نسبة الخاصم ولا لأ وأيضا في عامل مهم وهو المرتجعات الهالك يعني بنسبة المحاسبين بالتالي أي حد في مجال تجارة الأدوية سواء صيدالي أو موزع أو تعاية طبية هيقدر يقدم صورة ولكن يجب أنك تأخذ ده في الحسبان بأنه لازم دراسة ورؤية يلازم يكون في محاسب يمسك الدفتر وما يفعلش حد يجاوب غير ده فيجب أنك تأخذ ده في الحسبان ولكن بشكل عام هذه هي الإجابة واكتبونا فيه تعليقات لو حد عنده رأيي آخر يريتي اكتبوهنها